بصور لكم الحين بنات لأنه وايد بالذات المبتدئات بين فترة وفترة توصلني أسئلة وللأمانة أكابتشر بعدين أمسح وأقول بعدين ومفاضية الحين وبعدين أصور وهكذا قلت الحين دامني قاعدة خلا أصور لكم ألا وهو درس عن شلون أنا أنسق الألوان وحطها على عيني تمام ركزوا معاي بالذات اللي ما تعرف اللي تعرف كيف هسوي سكيب تمام بس كيف تستفيدين لا لا تسوي سكيب فاللي ما تعرف شون تنسق الألوان وحتى مع الحمرة الحين أنا بحطلت شلون يعني أنا ما يبت بلشر تمام خلونا هذا على يوم ثاني بس أنا بتكلم الحين يعني العين مع شفايف لبلشر أعتقد يعني ممكن للأغلب عارف بس أكثر المشكلة تكون على العين مع الشفايف أو العين شلون أنسق أكثر من لون يبت هذا تعمتني أيب هذا اللي هو البلت لأنه هو عبارة عن أربع بلتات وشامل كل الألوان تمام فخنشوف الحين مثال على الألوان الصارخة والألوان الترابية مثال عشان ما أخبضكم مثلا خلونا نكون هنا يعني أنا مثلا كممبتدئة أبطل أشوف هذه الألوان جدامي شنو ممكن أستخدم كممبتدئة ممكن إيه شاطرة بالميكب لكن ما تعرف حق الألوان راح تروح على طول بالسيف سايت وين راح تروح راح تروح على طول عند الترابيات والانتقاليات تمام الانتقاليات هم راح أشرح لكم إياهم اليوم أنا عن نفسي صراحة أول ما شفت هذه بس هذول الأثنين الألوان قاعد أشوف هني هذول كان أشوف هذا وياهم طبعا أهو الترابيات تقدرين دخلين عليهم أي لون شفتوا من هذا كله تقدرون الدخلونهم على الترابيات الترابيات تتلوق لكن بالدرجات المعينة يعني درجة معينة تلوق على لون معينة وهكذا لكن الترابيات بشكل عام تلوق على أي لون أنت تحطينا تقدرين تكسرين فيهم يعني مثلا الحين بشكل عام أنا الحين عندي حطيت هذول الألوان ببالي بحث مع هذا أوكي مع الترابيات انزين أنا كمبتدئة ما أي أحط سيدة على العين عشان أتوهق لأ لأنه ممكن اللون تشوفينه تشذيهني ممكن يطلع لك خفيف ممكن يطلع لك ثقيل أنتي ما تدرين فأنا أي أخذ منه وأشوف اللون شنو اللي يلوقع عليه شنو اللي حلو راح يطلع معاه وآخذ هذا تمام أحطت شذيه شوفوا واضح أصلا شنو حلو معاه واضح واضح وضوح الشمس شنو اللي حلو معاه هذا شوفوا هذول الأثنين شون متناغمين مع بعض وهذا لا هذا تقدرين تغمجين فيه على الأطراف العين أي ممكن لكن من ناحية الدمج هذول الأثنين روعة مع بعض شوفتوا شلون ينا نشوفوا فوق يصير يهبل أنا على الألوان اللي عندي الحين أنا اخترت هذا ممكن أغمج فيه على الأطراف لكن هذول الأساس راح يكونون أنا أقدر أشتغل فيهم بروحهم وأدمج لي برا العين شوفوش حلاتهم هذول الأثنين وأبي إذا مخي صار أبي لون انتقالي أبي أدخل معاهم لون انتقالي أنزين الألوان الانتقالية شنو هي تكون يعني مثلا هنا أنا أكون شنو اللي ممكن يصلح ألوان انتقالية عندك هذا 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 تمام خلاص أخذ من هذا أشوف يلوق عليه ولا ما يلوق لا شوفوه هو لون انتقالي بس over مع ها الدرجتين over over يعني بسكة تانية خناخذ من هذا وأشوف لا حتى هذا ملايق وياه أظل أجرب لين أشوف اللون المناسب أيوه شوفو شفتو شلون اللون طلع الريت مع ها الدرجات كلها شفتو شون طلع خيال عندي هذا البني مع هذا اللي هو ما أدري شون لوني الشمر مع هذا اللون الانتقالي هذا مناسب لما يكون على أطراف العين الخارجية والجفن الثابت بعدها تغمجين لداخل البني وتحطين على الجفن المتحرك هذا ورموش وعدسات وصار عندك من أحلى وأقوى اللوكات النارية اللي ممكن تسوينها تمام فأنتي ما تشوفين يلا لون انتقالي أي أحطة لا طلع مو حلو هذا لون انتقالي أتواهق على العين لا فأنا أجرب على الإيد أشوف أي لون انتقالي لايق أشوف أي شمر لايق أي درجة تبني لايق تمام عند زين نيي لما نكون أنا بمخي فاصلة ومثلا عندي بدلة معينة على لون معين يعني مثلا عند هذا الأزرق أو هذا أم بي هذا نار أم بي هذا نار هذا هذا خلنتشوف هذا لونه شوفوا شحالاته شوفوا 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 وهو تحسونه أسود وفي لمعة أزرق هذا أنا أقدر أدخل عليه مثلا أزرق أشوف أي درجة مناسبة هذا أقدر أدخل عليه شوفوا أي واحد تحسونه مناسب أكثر هذا لأن هذا العيق على اللمعة هذا كاسر أنا لحن أموري تمام اخترت درجتين رح أشتغل فيهم أدمجهم على العين سواء أنت بين هذا على الجفن المتحرك وهذا على الثابت تدمجي على الأطراف الخارجية حلو أوكي الحن أنا أبي أدخل عليه لون انتقالي لون بني يدمجلي الوان هذه كلها مع بعض ويبرزها فأنا الحين رح أدور اللون المناسب تمام الحين أنا اخترت هذه الدرجة مع هذه الدرجة أهم اللي لا يقين هذا صير أوفر عليهم مو شي أوكي أنا أبي هذول الثنتين يلا شنو أركب بني عليهم أبي لون انتقالي أخذ مثلا هاللون أشوف لا أوفر أخذ هاللون أشوف شوفوا ش حالات هذا شفتوا الفرق الألوان الانتقالية وايد بس أنا ما أخذ أي لون انتقالي وحطه على العين وأتوهق بالألوان شوفوا ش حالات هذا تحطين هذا على الخفيف بالبداية بداية اللق بعدها تين عند هذا تدمجين 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 تمام وتين بعدين عند هذا وتدمجين على الجفن المتحرك شوفوا الألوان تحسونها متناغمة أصلاً مع بعض درجاتها يعني ماشية ماشية لايقة مع بعض هنا الحين مثلاً عند الشمرز تشوف الألوان شوفوا الحين مثلاً أنا بأخذ اللون هذا تمام طبعاً أنتو عارفين الألوان هذي من مسحة واحدة بس أنا قعد أخذ قبل اللون واضح هني عشان أوريكم شنو أقصد أنا رح أخذ مثلاً مع هذا اللون شوفوا شوفوا بالدمج شوفوا بالدمج شون يصير ما بين اللونين هذول شوفوا ش حالاتهم هذول بس تحطينهم على العين وخلصنا مع آيلاينر أقولك ورموش وعدسات الحين أنا بشوف يعني على هالشي البسيط اللي أنا حطيتها أبي أنقي حمرة تمام هني أنا خلدش لكم على شون أنقي حمرة أي هني عند الحمر اللي تعرف بتعرف من بره الدرجات شنو اللي لوق اللي ما تعرف لازم تجربين لازم تجربين أو تحطين نقطة شذي على وتمسحين من الداخل تحطينها شفتي الألوان اللي أنت اخترتيها حطيها يمها راح تشوفين إذا لقى شوفوا أنا من بره شفت أنه أحس أنه أوكي لا أطلعت مو أوكي راح أاخذ درجة ثانية ونشوف لا شوفوا أبي شي يكون لايق عليه حتى لو كسرت لون مو ضروري نفس الدرجات بس شي يكون لايق راح أحط الحين هالدرجة خنجربها نجربها هني شوفوا إش حالاتها شوفوا إش حالات الدرجة مع ألوان الشمر شوفوا ألوان الشمر ألوان أقصد الآيشادو شوفوا تيمن تقدرين أنت تاخذين من نفس درجات الآيشادو اللي أنت حطتها إذا حاب أنت يكون من نفس الدرجات على بنيات على نود لكن إذا حاب تكسرين لازم تجربين لازم تجربين هذه الدرجة تحسونها على الوردي ما أدري شون هي من الوردي فيها تتشت عن نابي ما أدري شون بس عموما هالألوان تكون حلوة وايد مع الترابيات تهبل تخيلوا اللوك هذا على الشفايف هالحمراء وعلى العين شذي مع آيلاينر ورموش أنا قاعد تخيلها شي خيال أوكي فهذا بشكل مبسط بدال ما يعني نحوس وايد الحين شون أقدر أنسق الألوان يعني مثلا هم بأخذ وياكم اللون هذا تمام نحط هني شوفوا 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 جمال اللون الألوان هذي تقدرون تنسقونها مع الترابيات أنا أي أو ماي جاد حطيت أظافري لا أي عند هذا نشوف هذا صاير جوكر شوف وش حالاته معه شوف وش حالاته معه تدمجينه تحطي لتش هذا بنص العين تزيدين فوق قلتر إذا أنت حابة تحطين شذي فوق قلتر شي بسيط شوفوا 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 الجمال شوفوا الجمال شنو هذا هذا لك ودغم جين تقدرين معه الأسود أو تسكل شذي آيلينر محترم وبوز من جدام العين وبس يعني هذا البلت عشان شذي صايرة قلت لكم الفترة اللي طافت سواء لك حق انستغرام أو لك سنابي فقط كل قد استخدم هذا لأنه هو عبارة عن أربع بلتات والاختيار فيه واللوكات غير محدودة مستحيل قدر أخلص أنا ودي أستخدم كل الألوان معاكم أنا اللي أخلص من هالبلت بعد راح أبدله راح أستخدم معاكم أشياء جيدة لأن شي مو طبيعي هالبلت شوفوا وطبعا هذا هذه الألوان حلو معها هذه الحمرة شوفوا واش حالاتها يا يا على الأورنج شوي حلو مع التركوز دايما الأورنج الحمرة اللي نود على الأورنج الألوان طبعا شفتوها شون قوية خيال أتمنى الدرس عجبكم ويكون بسيط وسهل دايما اختاري على إيدك الألوان ودمجيها مع بعض وحطي حتى الحمرة كون ما تحطينها على ويه تمام وبس فهذول حبيت أقول لكم بعد بنات أن أرجعوا وحطت لكم إياهم أنا بكذا بوكس وهذا بعد بوكس هنا يا بنات شوفوا أول ما تدخلون البوتيك هذول البوكسات اللي أنا مسويت لكم إياهم هذا اللي هو البلت هذا الكامل اللي توصوت لكم إياه مع البلت اللي دهم دايما أستخدمه اللي هو بلشرات برونزر كنتور إضاءات وبلشرات يعني حتى كل أنواع البشرة تخلطين تسوين حتى الكنتور وهذا اللي هو مال العيون تلاحظون أن أنا سايرة دايما أستخدم هذول الاثنين مع بعض هذا حق العين شامل كل الألوان اللي أنا أبيها ما أطلع ولا بلت ثاني ونفس الشيء هذا شامل حق الوي كامل أسوي منه الكنتور أحط البلشر وأحط الإضاءة سواء أخلط ألوان أو أحطها بروحة تمام مسويت لكم يا بسعر وايد حلو عليه خصم أثناناتهم مع بعض يعني هذا تاخذينا شامل حق الوي كامل البوكس البوكس الثاني اللي أنا مسويته هم اللي ما شاء الله وايد قاعد تاخذون منه هذا اللي هو في المثبت والمرطب هذا السبري وايد أحب حلو خفيف حق يومي هذه البودرة اللي أنا ما أستغني عنها بالجنطة يوميا من جنطة لجنطة أحطها شكو يوميا من جنطة لجنطة أحطها اللي دايما أضبط فيها الميكوب معاكم لما أكون طالعة بالسيارة تمام لما تكون البشرة بلشت تدهن أو تحسون الميكوب بهت أترد لكم الميكوب بفرش هي تناسب الكل شفافة تمام وهذا الزيت اللي هو قبل الميكوب دايما تسألوني لونة وردي مو لونة تشذي أنتوا شايفين ما فيه يطلع لونة على الوي تحطينا قبل الميكوب نقطتين كافي على الوي كامل على الجفن لا تمام يعطيش لك الدوي حتى بنهاية الميكوب لما الثبتين يعطيش اللك الدوي الحلو الوي يلمع مرطب هذا فسعرهم وايد حلو مع بعض كثلاث منتجات تمام وراح أوريكم الحين أحط لكم بعد صورة الحمر وشنو عندكم طبعا لزور دلعشق راح تلاقونا هني وايد شغلات وايد شغلات بنات نزلت لكم إياها وايد شغلات تحبونها كل شي موجود كل شي في شغلات وايد ترى خالصة ورجعت هذا اللي دايما أقول لكم عنه الملكي واللي تو العرض بالذات اللي صورت لكم هذا وهو أنزلت عندكم هذول دايما أقول لكم عنه من قبل النوم شي خيالي شي خيالي السشوارات هذول وايد شغلات وايد شغلات حلوة اشتركوا في القناة